تعالى بعد إذن حضرتك ناخد مقتطف صوتي ونشوف دكتور مصطفى مدبولي قال إيه ونرجع نكمل الكلام تفقدنا تلت مصانع كبار التلت مصانع دول الشيء اللي يدعو للسعادة والفخر إن هم طبعا مش فقط إن هم بينتجوا للسوق المحلي وده هدف مهم جدا ولكن أيضا جزء كبير جدا من إنتاجهم بيبقى الغرض للتصدير وده في دوقت التوجه الكبير جدا للحكومة حريص عليه ولسياد الرئيس عبدالفتاح السيسي أكدوا إن الدولة المصرية في الفترة دي شغلها الشاغل وأولويتها الأولى قطاعات الإنتاجية زي الصناعة والزراعة طيب وإحنا كنا بنتابع دلوقتي هذا المقتطف الصوتي لدولة رئيس الوزراء هرجعك تاني على المصارات المتوازية أو خليني هقولك إنه الحوار الوطني لو خدت بالك تحديدا مجلس الأمناء مجلس الأمناء مؤلف من مين؟ هو مؤلف من لو صح الكلام مولاة زائد معارضة أنا مش قولك بقى أغلبية وأقلية الكلام ده مش محله في الحوار الوطني ده محله البرلمان لأنه جوه الحوار الوطني اللي اتنين بالضبط نفس الأعداد نفس الأنصبة لهم نفس الصلاحيات لهم نفس الحقوق إلخ 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 طيب مجلس الأمناء في الحوار الوطني يعني خلال العام المنصرم السنة اللي عدت منذ بدء انطلاق الحوار الوطني بدعوة وتكليف من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحتى هذه اللحظة كام مرة خرج بمجموعة من التوصيات المتعلقة بإجراءات حماية اجتماعية؟ كام مرة خرج بتوصيات متعلقة بإجراءات اقتصادية وسياسات اقتصادية معينة؟ إلخ إلخ أقدر أقولك عشرات المرات أو عشرات التوصيات لو عاوز أتحرق الدقة وبالمناسبة وهل الحكومة خدت هذه التوصيات من الحوار الوطني وركنتها ولا بحثتها ودرستها وبدأت تشتغل عليها؟ الحقيقة إنها بالفعل التوصيات كانت بتوصل لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء بيقعد يقرأ ويدرس ويتباحث ويعلق إلى آخره واشتغلوا الاتنين مع بعض منذ اللحظة الأولى لانطلاق أولى جلسات أو اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني دي مصر بمعنى أدق أو بمعنى أكثر وضوحا يا جماعة مصر ما هياش ماشية بجناحين لا هي مصر ماشية مع بعضها حوار وطني زائد الجهاز التنفيذي ممثلا في مجلس الوزراء